اليوم سوف نتقسم معكم طريقة البيتزا لدي العجينة وفينو وفورس وعجنتهم بشوية الزعتر والخميرة البلدية والخميرة العادية وعجنتهم بالمدافي اخليتهم خمروا 1-4 عجينة من بعد قمت بتقليل زبدة المهمة وعجنتهم بالمدافي من بعد طيبت 1 عجينة وعجنتهم بالمدافي وضعتهم بالمدافي والملحة والبزارة والعود هذه كاماتيشة اللي درتك لالوجه ديال العجينة اللي غادي ندير بالخضرة حيث غندير هنا يجر بيتزا وحدة ديال خضرة وحدة ديال الجاش هذا الوحد طاسة ديال الطن كنت شريتها خلطت مع ديك شوية ديال الخضراء كاين الدنجال والقرعاء وشوية البصلاء والفلفلاء يعني قطعتهم طريفات صغر ودرتهم في الفران مع شوية ديال زيت العود والملحة غير شوية هون في الفران زيت تعليهم داك شوية ديال الطن اول دا بغن نفرشو على هاد البيتزا هدي ديال الخضراء غنزيد دابا واحد شوية ديال فروماج تعيد هاد الشيلي كاين غنزيد شوية ديال فروماج والزعتر شوية ديال فروماج والزعتر وزيت العود غنزيد شوية ديال فروماج هاد الزعتر هاد الزعتر لبناني عاجيب غزال ها هو الزعتر متحون مخلط مع السماقة شوية ديال جنجلان هو كيتباع هاك واجد شوية ديال زيت العود هادي ديال الجج ها هي العجينة كلها درت لها نصطيبة انسيت هاد المسألة ما ذكرت هاش غير حبست لها الخميرة من اللي كاتديرها في الفران وتعودي تخرجيها كتحبسي لها الخميرة باش ما كاتدجيكش غليدة بزاف الزعتر هنا غدين هادي ديال الجج درت هنا واحد البواتة ديالك خين فخش زيت هاد الفروماج مو تزاري له تيتباع هاك في البواتة محكوك ناضي ديجا عندي واحد شوية ديال الجج ها نزيد هنا شوية البزار والملح زيت هنا شوية ديال الفرماج على هاديك لعجينة اللي غندير بها لبيتزا ديال الجج عندي هنا شوية ديال الجج ديجا شحرته بشوية ديال زيت والبزار والملح زيت العود والبزار والملح ها نزيد هنا شوية ديال الجج سوف نضع هادي الجج سوف نضع هادي العجينة ديال البيتزا ديجا الاخرى اللي ديال الخضران اللي دايلها في الفرن سوف نضع هادي سوف نضع هادي كنت كان نزرب بزاف حيث كان المغرب ما بقى ليه والو كان بقى ليه مكن شي ساعة الله رب ولا ما نعرف كان نجري ونعود 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 الحمد لله يا ربي والله الله يرزق لنا الصبر في هادي رمضان هادي فيه تامارة بزاف ولا زيت شوية ديال الفرماج زيت شوية ديال الفرماج الحمر من الفوق هادي اللي كنت ديجا درت في الفرن هاية طابت ناضط هادي الثاني ديال الجاج حيث كنت حبست تشجال حتى من بعد هادي ديال الجاج حتى ايها هي طايبة كتجي محمرة ومع الكوزوينة بحال ديال المحلات هادي اذا بغدين بدا بدي الجاج نقطعها خلاص اذا تقطاع ديال البيتزا رح سهل مهل كل شي كي اعرف يقطع البيتزا غير شجلته هاد الشي كامل وصف هادي 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 ما كانت من نتاج بكم وتجربوها وبصحى الرحو وبصحى فتوركم معذرون يغالس يقيم يده فرح وديه وديه لقنض وديه ينوديه